اكثر من 15 الف قوام الجالية اليمنية في السودان غالبيتهم عالقون بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو شهر وفقا لتقديرات السفارة اليمنية في الخرطوم ما يزال اكثرهم يكابدون الاوضاع المعيشية الصعبة جراء المعارك التي تشهدها الخرطوم ومناطق سودانية اخرى على اثر ذلك انطلقت حملة الكترونية شعبية للتضامن مع اليمنيين العالقين في السودان منذ منتصف الشهر الماضي شهدت السودان مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السرية ادت الى عملية نزوح واجلاء واسعة من قبل الكثير من الدول العربية والاجنبية حرصا على رعاياها القاطنين في مناطق الاشتباك والصرع والتي اجليت معظمها من مدينة بورت سودان الساحلية وقد بلغ عدد معظم اليمنيين الذين تم اجلاؤهم عبر سفن سعودية من ميناء بورت سودان الى جدة ومن ثم الى اليمن حوالي 950 شخص القائمون على الحملة داعوا الاعلاميين والشخصيات المؤثرة الى التفاعل مع الحملة التي انطلقت تحت هاشتاغ اجلاء اليمنيين في السودان في الوقت الذي حرصت فيه اغلب الدول على اجلاء رعاياها خاصة القاطنين في مناطق الخطر والصراع في السودان اشار العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والقائمين على الحملة الى الحالات المأساوية لليمنيين التي تتضاعف مع معاناتهم جراء عدم وصول مستحقاتهم من الاموال والنفقات الشهرية خاصة الطلاب المبتعثين للدراسة وقد شهدت الجالية اليمنية منذ ايام وفاة امرأة يمنية ضمن العالقين بعد مناشدات لانقاذ حياة الاف العالقين القائمون على الحملة اكدوا انه لا يزال العدد الكبير من اليمنيون يشكون الخضلان وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية وشركات الطيران او الدول التي تقوم باجلاء رعاياها حيث يواجهون ظروفا صعبة اذ لا توجد اماكن مهيئة لهم للسكن اضافة الى عدم وجود المواد اللازمة للتغذية بينما تم تسكين بعض العائلات والطلاب في صالات الافراح بمبادرات ذاتية لحين اجلائهم الى اليمن كباقي جاليات العالم